كشف رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر عن اتفاق سياسي قريب لإعادة محاكمة المظلومين المعتقلين في السجون فيما أعلن خطوات تسر الجميع بخصوص ملف المغيبين جاء ذلك خلال حضور الشيخ الخنجر افتتاح جامع الخليفة الراشد عمر بن عبز العزيز وسط بعقوبة في محافظة ديالة الذي يرعاه مرشح تحالف عزم أمجد الديني وكدى الشيخ الخنجر أن تحالف عزم مشروع اجتماعي عمل لخدمة أهله طوال السنوات الماضية وهو ماضا لتعزيز هذا الجهود لإنصاف أهالي المحافظات المحررة واستعادة حقوقهم وترسيخ الاستقرار في مدنهم واستكمال مزار التنمية والأعمار والخدمات فيها أقول لكم وواهدكم أننا سنبقى المدافعين عن المهجرين حتى يعود آخر مهجر إلى دياره وواهدكم بعدما عاهدنا الله وفي هذا المكان الطاهر على أننا سنبقى المدافعين والمطالبين بمعرفة مصير المغيبين وشكلت لجان من أجل هذا الملف ولدينا خطوات سوف تسركم إن شاء الله في قادم الأيام وفي مشروعنا طالبنا وسوف يكون هناك إن شاء الله اتفاق سياسي في المرحلة القادمة على إعادة المحاكمات لكل السجناء المظلومين الذين أخذت منهم الاعترافات بالإكراه والتعذيب والظلم